الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على طريق خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية زبح الجمل في المنام للإمام العلامة محمد بن سيرين طيب الله صراه ما تنسونش بلايكوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير تفسير حلم زبح الجبل في المنام إذا رأى الرجل في منامه أنه يزبح جملا فهذا يشير إلى مرضه الشديد وكلما كان زبح الجمل صعب في المنام كلما اشتدت خطورة المرض عليه وإذا رأى الشخص أنه يسلخ جلد الجمل ووبره بعد زبحه فهذا إشارة أنه سيجني الكثير من الأموال في الفترة المقبلة وإذا رأى الشخص في منامه أنه يزبحه في بيته فهذا إشارة إلى موت صاحب البيت إذا رأى الشخص جملا يطارده فهذا إشارة إلى وجود شخص في حياته يحسده ويحقد عليه ويحاول منع الرزق منه وإذا رأى الشخص ناقة تطارده في المنام إنك هي الجمل يعني يدل ذلك على أن صاحب الرؤية يعاني من القلق والخوف ويفتقد إلى الأمان في حياته وتشير هذه الرؤية كذلك إلى أن الرأي سيقبل في حياته عقبات وعراقيل تمنعه من تحقيق أهدفه في الحياة الفترة المقبلة يشير حلم هجوم الجمل على الرأي في المنام إلى أن صاحب الرؤية شخصا ضعيف الشخصية ومعدوم الصق في نفسه وقد تشير الرؤية كذلك إلى أنه يوجد العديد من الصعوبات في حياته وفي بعض الحالات تشير رؤية هجومه في المنام إلى وصول أخبار سيئة لصاحب الرؤية في الفترة المقبلة والعلم عند الله إذا رأى الشخص أنه يهرب من الجمل في المنام تكون هذه دلالة على وجود شيئا يخشاه الرأي في حياته ويحاول عدم مواجهته تشير هذه الرؤية كذلك إلى أن الرأي يعاني من ضغوطات ومتاعب نفسية كثيرة تؤرق حياته والعلم عند رب العالمين رؤية المرأة الحاملة الجمل في المنام يدل على أن حملها متعب ويدل على تحملها لتعب الحمل والصبر عليه أما إذا رأت المرأة الحاملة أنها تسبح جمل فهذا يدل على أن الله سوف يرزقها بمولود ذكر وإذا رأت المرأة الحامل أنها تركب جمل ويسير بها فهذا دليل على اقتراب موعد ولادتها وأن الله يسر لها ولادتها إذا رأى شخصا أن هناك رجلان يتعاركان فهذا دليل على نشوب حرب وعدم استقرار الأوضاع في المدينة التي يعيش فيها رؤية جمل هائج على مجموعة من الأشخاص وكان الأشخاص في حالة زعر ويحاولون الفرار من الجمل فهذا دليل على أن البلد التي يعيش فيها يحكمها حاكم ظالم ولا يستطيع الرعاية التخلص منه والوقوف ضد بطشه أما إذا رأى شخصا جمل هائج يطارضه فهذا دليل على أن هناك عدو يتربص به ويحاول الحاق الأزى به وقد يكون هذا العدو شخصا مقرب له رؤية جمل هائج يطارض الشخص يعرفه فهذا دليل على مرض الشخص أو موته والعلم عند الله لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته